اهلا بحضراتكم في مواجهة عملية طفان الاقصى لو طبقنا مبدأ العين بالعين والسن بالسن والمسكور في التوراة كان ممكن عملية طفان الاقصى تمر برد انتقامي بيسموه في المصطلحات العسكرية بالرد المتناسب عن طريق بقى عمليات محدودة حرب قصيرة توصل لترابيزة مفاوضات ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين وبقى يحصل بقى تبدل اسرة وتحصل بعد المفاوضات مفاوضات ونرجع نتكلم عن بضاعة حل الدولتين للعالم الغربي بيبيحها للفلسطينيين والعرب وبيغلفها كده بشوية تعود وتصريحات وردية لكسب الوقت ده كان سيناريو ممكن يحصل لو كان في اسرائيل حكومة مش بيشارك فيها متطرفين وارهابيين صهاينة زي بن جفير وسيموتريتش وعميحاي لكن اسرائيل كان عندها خطة في الأصل كان عندها هدف معلم هو نسفأ أي طموح فلسطيني في دولة مستقلة وأي مطلب أو أي حلم أي رغبة في السيادة على المقدسات الفلسطينية في القدس الشرقية والمسجد الأقصى طب النقا على هذه الخطة قررت اسرائيل أنها تستغل العلقة اللي خدتها عشان تنفذ مخطط التهجير والإبادة وولعت كرة نار مهولة وضحرجتها كده على العالم كله وتحديدا على المنطقة اللي متلصمة أصلا بخيوط رفيعة مترممة ومتربطة مليون مرة وكل ما كرة النار دي تتحرك تكبر وتكبر وتكبر وتعدي الحدود لحدود أبعد لحد ما وصلت لقصف إيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في العراق طيب سؤال بريء إعلقة أربيل بإيران لإيران تفسد علاقتها بحلفها العراقي لما تدور في التفاصيل هتلاقي أن الإجابة إسرائيل وأن كل الخيوط دخلت في بعضها تشبكت في بعضها جبروت جيش الاحتلال الإسرائيلي من اللحظة الأولى من الرد على عملية طفان الأقصى خلى حزب الله في لبنان يتدخل بشكل رمزي عشان يخفف الضغط على غزة لكن إسرائيل مكملة حرب الإبادة في غزة وبتولع في الأحداث في الضفة الغربية وبتضرب العمق اللبناني وصل الموضوع لغسية للشيخ صالح العروري في بيروت الجنوبية وده لما حصل حزب الله عمل قبديت لقواعد الاشتباك وصل بعدها بصواريخ والأهداف أعمق في إسرائيل وكل يوم من ساعتها فيه تحديث جديد في الحرب لدرجة إن المواجهة الشاملة ما بين إسرائيل وحزب الله تقريباً بقت على الأبواب قيادات حزب الله وإسرائيل مش عارفين خلاص يرجعوا عن سكة التصعيد وصلنا لسكة اللي يروح ما يرجعش دانة المدفع خرجت خلاص وصوتها وصلنا ومستنين لحظة انفجار جاية لا محالة جبروت إسرائيل والدعم اللي متناهي الجرائمها من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أكبر في البداية جماعات مسلحة عراقية تستهدف قواعد الأمريكان في العراق وبالتالي نفزت أمريكا عمليات في العراق استهدفت قيادات عراقية وعشان لكل فعل رد فعل بقى متوقع طول الوقت استمرار ضربات الحركات العراقية لقواعد الأمريكان في العراق وأيضا في سوريا وبعدين دخلت جماعات أنصار الله الحسيال يمنيا على الخط أعلنت أنها هتستهدف في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي أي سفينة بقى لها علاقة بإسرائيل طول محارب الإبادة مستمرة في غزة وطول المساعدات الإنسانية ممنوع دخولها بشكل كيفي للفلسطينيين طبعا أمريكا ما يرضهاش أن مصالح إسرائيل تتبرر فشكلت تحالف لحماية مصالح الصهينة في البحر الأحمر وبعد شد وجز حصل استهداف متبادل بين الحسيين والأمريكان ودخلت أمريكا في الحرب بشكل مباشر وضربت أهداف على الأرض اليمنية بس الحسيين بيقولوا إحنا لا بنتهدد ولا بنخاف ولا عندنا حاجة نخسرها أصلا فإحنا مكملين في استهداف الأمريكان والبريطانيين في البحر الأحمر إيه ده فجأة بقى بعد كل ده وكأنه كان نقصنا نلاقي إيران بتضرب مدينة أربيل في العراق وبتقول إنها ضربت بـ 11 صاروخ مقر للموساد الإسرائيلي كان بيتم فيه اجتماعات هدفها تنفيذ خطط بتمس سيادة إيران وأمنها مش بس كده دي كمان بتضرب باربع صواريخ مقرات لتنظيم داعش في مدينة إدلب في سوريا الهجوم في أربيل مات فيه أربع أشخاص ده على الأقل حد الوقتي من بينهم رجل أعمال اسمه بشروديزي شغال في مجال العقارات والخدمات الأمنية هو وبعض من أفراد عائلته طيب العلاقة بين الموساد وسوريا وهل الضربة دي لها علاقة بتنفيذ داعش لعملية إرهابية في مدينة كارمان الإيرانية واللي راح فيها تقريبا مية ضحية كل التصريحات الرسمية اللي خرجت من تهران قالت إنه الضربة الإيرانية على شمال العراق في أربيل كانت دفاع مشروع عن النفس طبعا العراق استدعى سفيره في إيران للتشاور وسلم للقائم بالأعمال الإيراني في بغداد مذكرة احتجاج على استهداف أربيل بعملية مات فيها ضحايا من المدنيين لأن الضربات الإيرانية كانت في مناطق سكنية قريبة من مجمع القنصلية الأمريكية إيران مصرعا الهدف اللي ضربته تابع للموساد الإسرائيلي وطبعا العالم الغربي كله طلعي ودين الهجمة الإيرانية والعراق قمت مشكلة لجنة تحقيق ومبدئيا قالت إنه كلام إيران عن استهداف مقر للموساد ملوش أصلا أي أساس من الصحة وبكده بقية حضراتكم قدام مرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة عشان يتم تحويل العراق لساحة تصفيت حسابات خاصة إن العراقيين كانوا بيتكلموا لو تفتكروا عن مفاوضات مع الأمريكان عشان يخرجوا بجيوشهم من أراضي العراق بالكامل التصرف الإيراني ده هيبقى مصمار جوحة اللي يخلي الأمريكان قاعدين في العراق بحجة إن العراق لسه مش قادر يحمي حدوده وسيادته ومصالحه كل الخيوط عمالة تخش في بعضها والأفخاخ المخابراتية شغالة على ودنه وكل بومبة بتفرقع في المنطقة دلوقتي وراها خطة وعندها هدف وكرة النار لسه عمالة تضحرج وحبل الضحايا ممدود على آخره وأكيد تحالف الموساد الإسرائيلي والسي آي إي الأمريكاني والأم آي سيكس البريطاني بيدوروا على مخرج من سنامي الأحداث اللي فجرها طفان الأقصى في غزة وبيحضروا لكل سيناريوهات عارفين إن هزمتهم في معركة غزة الصامدة هي النهاية بتاعتهم هم وإسرائيل زي ما كان الصمود بتاع المصريين في العدوان الثلاثي هو بداية مرحلة زوال القوى العظمى الأديمة وبداية عصر القدبين مصر جديدة أهلا بيكم